ما عاليش يبسك عادي بالتلفون يبسك والله والله عادي نفسي تشيل الليلة دي و تشيل اللوبايل دا و تسيب لها اتفض امتا يعني هم يقول لك ايه قوموا الضغوط وهرب من الضغوط في قبل تقول لي قوم وفي قبل تقول لي هرب هامل ايه هراب انا مش عارب هامل صح ايه صحي مابا انا مش فانيه هو في ضغوط صحية يعني انا مثلا انا دايما بقول المصطلح ده هو اول حاجة اصلا لازم نكون عارفين حاجة يعني مؤمنين بيها لقينا ربنا سبحانه وتعالى قال ايه لا يكلف الله نفسا الا وسعه خلاص بقى معادش كلام ماجد ولا كلام فلان ولا كلام علان عشان يفضوا ثقة ده كلام المولى عز وجل لا يكلف الله نفسا الا وسعه فبالتالي انت اصلا في طريقك في حياتك في اختبارتك الدنيوية في شغلك في طموحك في كل حاجة هتلاقي ربنا سبحانه وتعالى مكلفك بوسعك طيب انا عندي حاجة اقدر اعملها في شغلي وفي حياتي على حسب الامكانيات والظروف اللي ربنا ادهني سبحانه وتعالى حلوة طيب الحاجات بي قريدي في ههضغوطات انا مثلا عايز اذاكر عايز اكتهد في ضغط في ضغط مذاكرة في ضغط في الجامعة في ضغط ان انا عايز اطلع الاول في ضغط ان انا عايز ضغط ان اطلع بتأدير في كلية كل ده كويس بس في ناس بقى ساعات بتضغط نفسها اوفردوس اللي هو ان ايه انا هشتغل وادرس واخد كورسز واحمل 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 طيب ده ضغط انت حضلك بتحط نفسك فيه لو انت ما عندكش ميزان بقى حساس والركز في دي ميزان حساس لنفسك انت تقدر تشتغل ده ضغط قد ايه هتقع في نص وتقدرها كل حاجة هتضيع دراستك اللي هي الحاجة الاساسية ما هو انت لازم ترتب اولوياتك اول حاجة مثلا في الوقت ده دراستك بالنسبة للشخص بيدرس يعني هتضيعها هتضيع شغلك هتضيع الكورسز هتضيع تنميتك لنفسك هتضيع عراضة الكتب تعملها هتضيع الشغل هتضيع كل حاجة لمجرد ايه ان انت دخلت بسدرك وقلت ان انا هشيل ضغط عن نفسي اوفردوسي بيكمل ده طيب فبصراحة اللي انا عايز اقول ايه بقى ان فيه ضغط صحي بص ساعات احنا بنتشوف الضغط الصحي يعني انا انا ساعات وانا بشتغل مثلا او بعمل حاجة بقول خلاص انا مش قادر اعرف اللي انا زويت عن نفسي قوي في ضغط بتاع الشغل او بتاع الحاجات اللي اريد اصلا ان اي حد يعملها ساعات اي شخص ابيعي مش بقول حد مش طبيعي اي شخص طبيعي يشتيك يشوفها تقيلة هقولك كلمة بقى ما تنسهاش بالبلدي خلص ربك لما يديك حملة قيل بالدكة في يشيل بجد لما انت اتباش شايل حملة قيل بس مفروض عليك يعني انا ما لزا ما قلت لك من شوية مروحش انفرد على نفسي عايزي ادرس واشتغل ووووووو goofy واضغط نفسي هموت لأ لازم يكون الضغط يعني اي اي للحاجة اللي ان فيها ويكون في حساس عندي كده ونقدر أشيل لحد فنه عشان اكمل المهام فيء ساعات بضغط بما يكون مفروض ضغط مثلا مشايل مسئولي تبيت انا مثلا حد في في أسرة مثلا كبيرة عيلتي ووالدي توفى مثلا لقدر الله ومش عارف ايه فانا مثلا يعني فانا مسؤول عن اخواتي الصغارين مثلا طب انا مثلا لقيت نفسي في جامعة وانا بساعد اهل في المصاريف ففي ضغطي بيكون مفروض علي انا مثلا زاكرت 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 وما جبتش مجموح كواس في السنوية زاكرت 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 وما جبتش مجموح في الكلية او تقدير اجتحدت واشتغلت وعملت اللي علي وخلاص بنت جران على ما خلاص جهزت نفسي مع الجوازة ان هو خلص فيها بتهكم او بهزار يعني جوازنا وبناتنا ومش لعبة ولا ولا سلعة ولا كده خالص يعني لما فوق رأسنا واحلى من كده بكتير رفقا بالقوارير ده الرسول السلام وصلنا عليهم المهم اعزا اقولك ايه ان ساعات يعني الاحلام بتشوفها خلاص اتضمرت وانا في ابتلاء كبير ساعتها حط في دماغك حاجة واحدة بس ربك لما يديك حملة قيل بيديك تفشيل ساعتها بجد بتبقى انت قدي المسئولية قدي الشغل قدي الابتلاء قدي اهلك اللي فرقبتك حاجة ربنا عاوضك عليها اكبر ان كان شغل خسرته ولا ان كان حد من صحابك خسرته ولا كان حد في شرعية شرعية يعني خطوبة او جواز خسرته ان كان فيه فلوس خسرتها ربنا سبحانه وتعالى كل يوم بيجدد لك ايام بيجدد لك عمر ففي تجديد احداث ففي فرص جديدة الحاجة بتقفش الحاجة جد بتقفش اهم حاجة اوعى تنساه ان فيه ضغط انت بتحط نفسك فيه ده بتبقى اوفردوس وممكن لمويتك خالص فده رب منه وفيه ضغط على قيمة الحاجة اللي انت فيها ده لازم تستحمله ولازم تكمله عشان توصل للنهاية ربك لما يديك حملة قيل يديك كدف الشيك سلام